السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنا منذ أكثر من عشر سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية وعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات السابقة تحدثنا عن اللفظ المرعب للسيدات التي ترغب في حدوث الحمل وهو لقب ولفظ مخزون المبيض من البوايضات وأكدنا على أن السيدات تمتلك مخزنا للبوايضات وليس مصنعا للبوايضات على عكس الرجال اللي عندهم مصنع يصنع الحيوانات المنوية السيدات صنعت بوايضاتهم عندما كانت هذه السيدة جنينا في رحم أمها وولدت بهذا العدد من البوايضات وهو قل بوضوح قبل ولادتها ومنذ وقت ولادتها قل من مليون تقريبا وقت الولادة إلى حوالي ربعمائة ألف وقت البلوغ وكل سيدة في أقصى درجات الخصوبة عندها ما بين تلتميت لربعمائة محاولة في حياتها الإنجابية لحدوث الحمل وأنه بمرور الوقت والعمر تقل لعدد البوايضات فكل شهر عشان السيدة تندق بوايضة واحدة ناضجة تفقد من المخزون ما بين 20 ل50 بوايضات بتنشط وتحاول أن تصل إلى طور النضوط بينما التي تندق واحدة فقط وتندق وتخرج على حساب فقدان المبيض أكثر من 30-40 بوايضة في الشهر الواحد في محاولة إنضاج هذه البوايضة وبالتالي كلما تقدم عمر السيدات قلت عدد البوايضات اللي داخل المبيض بتاعها ومش بس العمر عندما يتقدم تقل عدد البوايضات لا تقل جودتها وكفائتها واتفقنا أن عند وصول عمر 40 سنة 90% من البوايضات الموجودة داخل المبيض هي بوايضات غير صالحة للإخصاب من كتر التخزين لأنه شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن تخرج البوايضات الأجوة في السن الأبكر والأقل وبالتالي السيدات عند عمر 20 ل 24 سنة بأعلى قصوبة وأعلى فرص للإنجاب تقل قليلا بعد عمر 24 سنة لكنها قلة غير ملحوظة لحد سن 30 سنة تقل بوضوح أكتر عند سن 30 سنة ثم بعد سن 35 سنة تقل الخصوبة بوضوح أما عند 40 سنة فتكاد تنعدم الفرص عند بعض السيدات هذه هي الحقائق عن مخزون المبيض من البوايضات نستكمل الحديث عن المخزون وتأثيراته على فرص السيدات في الحمل بعد فاصل قصير نستأذن حضراتكم فاصل وبعد الفاصل معكم دائما نواصل بوش تخير أهلا بحضراتكم بعد الفاصل ونستكمل مع حضراتكم الحديث عن المرعب والمثير للقلق للسيدات المتأخرات عن الحمل لفظ مخزون المبيض من البوايضات والذي يهمله بعض الأطباء على اعتقاد أن مخزون المبيض من البوايضات فقط يتأثر بالسن يبقى طبقا لما قلناه أن بمرور الوقت والعمر تقل فرص السيدات في حدوث الحمل نتيجة لقلة عدد البوايضات داخل المبيض ما تجيش ست بقى نقول لها المخزون أل أو سنك تقدم فالمخزون أل فتقول لنا إيه ده تزف دهية إيه ده مش مهم ليه ده الست بتحمل ببوايضة واحدة أيها فاندم كلما قل العدد قل العدد والجودة والكفاءة وقابلية البوايضات الباقية للتخصيب ليه؟ لأن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن البوايضات الأجود تفقد أولا وبالتالي لما نقول أن عدد البوايضات قل يبقى عددها وجودتها وكفائتها قالت حتى البوايضات الموجودة دي فرص تخصيبها قليلة وإذا حدث أنها خصبت احتمالية الإجهاد مرتفعة وإذا لم يحدث إجهاد في احتمالية للتشوهات أعلى من الطبيعي كل ده مجرد ما نمطق أن لفظ مخزون المبيض من البوايضات قل طيب وإيه اللي بيقل المخزون المبيض من البوايضات؟ العمر الذي يحطم كل شيء أمامه والذي لا يمكن استرجاع ما فقد وما ذهب منه وبالتالي كلما تقدمت السيدات في السن قلت فرص حدوث الحمل لكن قلنا وأكدنا تاني أن خصوبة السيدات ما بين سن 20 ل 30 سنة مش المفترض أن السن يؤثر في الخصوبة تأثير واضح وبعد سن 30 سنة يبقى التأثير بسيط لكن فوق 35 سنة يبقى التأثير ملحوظ ويبقى مؤثر جدا عند سن 40 سنة لكن هذه هي القاعدة العامة التي تشمل عموم السيدات لكن هناك استثناءات لهذه القاعدة فهناك سيدات تفقد مخزونها من البوايضات قبل المفترض للعمر يعني نقول للست أنت عمرك 25 سنة بينما مخزونك بتاع سيدة عمرها 40 سنة يبقى المفترض بتاعها عجز عن سنها اللي موجود في البطاقة يبقى خدراتها الإنجابية بتختلف عن سنها الكرونولوجيكا اللي موجود في البطاقة يبقى سن الست دي 25 سنة مفترض أن فرصها في الحمل والإنجاب تبقى رقم كذا لا لقينا المخزون قليل وبالتالي فرصها في الحمل والإنجاب تقل عن المفترض أن يكون طيب هل المخزون فقط يقل بالسن؟ لا هناك عوامل أخرى قد تقلل المخزون بمعنى أن في سيدات عند سن صغير يكون مخزونها أقل من المتوقع أو تفقد مخزونها العوامل دي منها عوامل معروفة ومنها عوامل غير مفهومة حتى هذه اللحظة من ضمن العوامل المعروفة والأسباب اللي بتسبب ضعف مخزون المبيض من البويضات أن دي تبقى حاجة خلقة ربنا كده وعطاء الله لهذه السيدة قليل فزي ما ربنا يخلق البشر مختلفين في طلهم وعرضهم وصحتهم ورزقهم ويعني درجة استيعابهم وفاهمهم كل دي أرزاق فيبقى رزق هذه السيدة وعطيتها أن مخزونها من البويضات هو أساسا قليل فينفذ مبكرا دون أن يكون هناك عامل يؤثر فيه يبقى أولى العوامل اللي تخلي المخزون ضعيف هو السن وتاني عامل بعيدا عن السن أن يكون أساسا مخزون الست دي من البويضات قليل ولا يوجد سبب واضح لده ده حاجة كده زي ما نقول عطاء ربنا له لكن في أسباب باثولوجيكال أسباب مرضية تؤدي إلى إضعاف وإنهاك وتخفيض مخزون المبيض من البويضات في الأغلب الأمراض التي تؤدي إلى تخفيض مخزون المبيض من البويضات هي أمراض تحفز جهاز المناعة جهاز المناعة الجهاز اللي المفروض يحمينا اللي المفروض زي جيش يحمي بلد جهاز المناعة بتاعنا ده جيش يدافع عننا هذا الجيش زي جيش أي بلد المفروض مدي ظهره للبلد دي ووجهه للخارجيين للأعداء وبالتالي جيش أي بلد اللي هو مناعة جسمنا مفترض أنه يهاجم الأعداء اللي هم مهاجمي جسمنا اللي هم مش من جسمنا اللي هم مش من داخل جسمنا ويقوم بتحطمهم بعض الأحيان الجهاز المناعي لخلل ما يتدور كده ويدور الضرب وينهك وينهي ويقضي على أعضاء معينة فنلاقي واحد عنده فشل كلوي مناعي فشل كبدي مناعي مناعة جسمه بتكسر الخلايا الكلى بتاعته أو واحد المناعة بتاعته بتكسر الصفايح الدموية أو بتكسر قرات الدم الحمراء فيبقى عنده أنيميا مناعية وعنده نقص في قرات الدم الحمراء مناعية وعنده نقص في الصفايح الدموية مناعية بنفس الطريقة فيه كمان نقص في مخزون المبيض من البيضات مناعي يبقى نسبة كبيرة من السيدات اللي عندهم ضعف مبكر في مخزون المبيض من البويضات بيكون نتيجة لخلل في الجهاز المناعي الجهاز المناعي الجيش الذي يدافع عن الجسم اللي هام جسم جدا في مقاومة الأمراض وفي تحديد قدرتنا على مواجهة أي شيء مرضي مش بس أمراض حتى كمان الأمراض السرطانية لكن هذا الجهاز المناعي خلل فيه قد يؤدي إلى تدمير مخزون المبيض من البويضات والحقيقة أن جزء كبير من السيدات اللي بيقل مخزونهم من البويضات عن ما مفترض أن يكون بيكون نتيجة الخلل في الجهاز المناعي هذا الخلل في الجهاز المناعي قد يكون له أسباب في بعض الأحيان حنستعرض ده بالتفصيل في أوقات وحلقات قادمة لكن هستأذن حضراتكم ناخد أول اتصال تليفوني معنا وعليكم السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ويفند لو سمحت يا دكتور عائزة الحضرتك كيف ومتى يؤثر الورم الليفي السلب على الحمل حاضر كيف ومتى حاضر أنا عندي ورم الليفي برى الرحم حجمه أربعة في خمسة فأنا حصل لإنفجار مبطف في جاب المياه في أتناشر يوم الأولين من الشهر الرابع كويس فالدكتور مصدف أن الورم الليفي هو اللي عمل هذا برغم أن أنا كنت بعاني من انفهابات مجمونا أثناء الحمل وما في الناس علاج لا علاقة لا إلا الورم الليفي من قريب أو بعيد بالوصف اللي بتوصفيه بالنفجار جبل المياه بس أذن حضرتك يا دكتور أنا مش عارفة أخذ قرار أسير الورم الليفي ولا الدكتور بيقول لي حتى لو حصل حمل مش هيكمل هيحصل فقط نسبة أنه هو يكمل 98% يعني نسبة أن الحمل ينزل 98% أنا مش عارفة أنا بحمل بصعوبة فأنا خاسة يعني أخذ رمزك وأكمل ويفعل الحمل ما يكمل حاضر هجاب حضرتك هجاب حضرتك طبعا هنا دي مشكلة معقدة شوية فحضرتك إيه كلامك محدد على عكس كثير من المتصلين كيف ومتى يؤثر الورم الليفي على الحمل وفرص حدوث الحمل بس هو حضرتك بتحملي في وجوده يبقى هو مش مانع الحمل بس حصل انفجار مبكر الجبل المياه وهو ليس من أسبابه طيب كيف يؤثر الورم الليفي على منع الحمل وتأخير الحمل إذا كان الورم الليفي ده داخل تجويف الرحم فهو يشغل تجويف الرحم اللي المفروض ينشغل بالحمل اللو لب يمنع الحمل عن طريق أنه شغل تجويف الرحم فالورم الليفي اللي داخل تجويف الرحم زيه زي اللولب هيمنع الحمل وإذا حصل على حمل على اللولب في احتمالية عالية الإجهاد فالأورام الليفي اللي داخل تجويف الرحم أهو متى أهو الورم الليفي اللي داخل تجويف الرحم هيمنع الامبلانتيشن انغراز البويضة داخل الرحم وإذا حدث ده سيطردها ويلفظها ويسبب فرص عالية للإجهاد تمام؟ ده الورم الليفي اللي داخل تجويف الرحم في ورم ليفي رقم 2 وبالتالي ما تكلمناش عن حجمه بغض النظر عن حجمه ده يجب أن يزال لأنه في منطقة حساسة الورم ليفي رقم 2 هو الورم ليفي اللي في عضلة الرحم الورم ليفي اللي في عضلة الرحم لا يؤثر على الحمل إلا إذا كان حجمه كبير حجمه كبير بنتكلم على 4-5 سنطي فيما فوق مش ده اللي عندك أو الورم ليفي اللي في عضلة الرحم اقترب وضغط على تجويف الرحم لأنه الورم ليفي في عضلة الرحم يكبر نحية الخارج يكبر نحية الداخل فإذا كبر ناحية الداخل تغويف الرحم وضغط على التجويف أصبح مؤثرا على فرص سيدة في حدوث الحمل وبالتالي الورام الليفي الحجمه 3-4-5 سنطي في عضلة الرحم يجب أن يزال أو خاصة إذا كان عامل أعراض وخاصة لو اقترب من تجويف الرحم الورام الليفي الخارجي لا علاقة له بتأخر الحمل من قريب أو بعيد الأورام الليفية لما يبقى خارجيا لا يزال ولا نفكر في إزالته إلا إذا كان حجمه كبير جدا كلمة كبير وجدا يعني بنتكلم في 5-6 وبعض الناس قالت 7 سنطي فيما فوق وليه إحنا كل ما نشوف ورام الليفي نزيله لا لأنه ليس بالضرورة أن يزال لأنه ليس له بتأثير في معظم الأحيان نمرت نين لأنه جراحة إزالته قد تحدث الانتصاقات التي قد تعوق فرص سيدة في حدوث الحمل نتكلم بقى على حالة حضرتك الورام الليفي الخارجي اللي حجمه 4 سنطي ده لا علاقة له بتأخر الحمل من قريب أو بعيد لكن إذا الورام الليفي ده كبر عن كده بقى 6-7 سنطي قد يؤثر في وضعية الرحم يخليه مكفي الأدام لورا على حسب مكانه وبالتالي قد يؤثر في فرص حدوث الحمل أي ستة عندها ورام الليفي أثناء الحمل الورام الليفي ده بيستجيب لهرمونات الحمل وحجمه بيكبر فلما يبقى حجمه سنطي حيبقى في نهاية الحمل حجمه 2 سنطي لكن لما يبقى حجمه 4 سنطي في نهاية الحمل جايز يبقى حجمه 6-7 سنطي وهنا كمان يبقى مؤثر ويزيد فرص الولادة المبكرة مش الإجهاض في أول ثلاث شهور ومش انفجار جبل الميا لكن برضو هنا في ميزان بين فوايد إن أنا أشيله وأضرار إن أنا أشيله خاصة إن حضرتك في المنطقة اللي انت عايش فيها لفي عملية حتتعمل بالمنظار عشان نشيل الورم اللي في ده وبالتالي ما فتحناش البطن وما عملناش التصاقات وحنضطر لفتح البطن الذي قد يكون خراب ويؤدي إلى التصاقات تعوق فرص سيدة في حدوث الحمل أما الانفجار المبكر لجيب الميا فله عدة أسباب كلها لا قيمة لها ونادرة جدا لكن السبب الأغلب 90% أو أكتر من السيدات اللي حتشتكي بانفجار مبكر لجيب الميا سبب هذا التهابات مهبلية غير معالجة جيدا وحضرتك قلت ده وحضرتك عرفة ده وحضرتك بتعاني من ده وحضرتك لم يتم علاجك من ده وده السبب الرئيسي ولو شلنا الورم اللي في أو ما شلناهوش والالتهابات دي موجودة سيتكرر انفجار جيب الميا ولا علاقة له بالورم اللي في من قريب أو بعيد وبالتالي القرار هنا صعب شوية ورم لي في حجمه 4 سنتي متوسط خارجيا غير مؤثر على فرص حدوث الحمل فتح البطن يجب ان يكون اخر الحلول ويجب البعد عن الجراحة التقليدية قدر الامكان اذا كان في جراح شاطر يقدر يشيل ده بالمنزار دون فتح البط يبقى اسلم عشان ابقى شلته مبقاش عرضة اني لما احمل يزيد حجمه اسناء الحمل فيؤثر على الحمل بولادة مبكرة ولا علاقة له الورم اللي في الخارجي بالاجهاض المبكر ولا بانفجار مبكر لجيب الميا ولا ننسى خلال كل ده اني يجب علاج للتهابات المهبلية عشان ما بقاش بعض شهور و سنين عشان يحصل حمل ولما يحصل حمل ينتهي بانفجار مبكر لجيب الميا تفضله ألو أيو دكتور عاجل نعم يا فانو تفضلي انا دلوقتي حامل في السادس او للسادس أيو والميا زيادة جدا حاولين نجن تمام فمقدرش اخد نفسي كده وبحسها على طول ان انا عند الجرح القديم في الحمل اللي قبله يعني الولاد اللي قبلها تعب جيب تاني ودخل من تحت كده اخد نفسي للعافية اين فحوصات اللي اتعملت عشان يتشاف سبب زيادة الميا اللي حوالين الجنيه ايه صنار بس عند دكتور عادي صنار قليل المياه كده قوي وطلب مني اشعة اللي هي تقريبا 4 دي او 3 دي حاجة زي كده وحضرتك ما كنتيش عملتي الاشعة دي قبل كده في الحمل لا ثالث اول مرة في الحمل ده اعملها تمام وما اطلبش من حضرتك اي تحليل هو اطلب مني تحليل كتير بس انا عندي سكر تمام في الحمل باخد انسولين محدش قال لحضرتك بقى ان السكر هو السبب الرئيسي لان المياه اللي حوالين البيبي توقع كتير اه هو بصراحة ما قالش بس انا حمد يعني ولدت قبل كيه ثلاث مرات واول مرة تحصالي الموضوع ده اه يا فندم حضرتك ايه يعني بتشككي في كلامي اه لا انا كان عندي سكر ثلاث مرات وحصل حمله ولا ده اللي انت بتقوله ده مش مظبوط اه يا فندم وقتها كان السكر مظبوط كده وقتها كان السكر مظبوط السبب الرئيسي لان المياه حوالين البيبي توقع كتير هو ان السكر يبقى مش مظبوط ايوه انا مزبطة يعني الانسولين ومشي نفح في كل حاجة حضرتك رأيك اعمل ايه حضرتك رأي انك تزبطي السكر فلما اقول كده تردي عليها تقولي حاضر لان معنى ان المياه كتير معنى ان السكر مش متزبط حاضر تمام؟ حاجة تانية هو حضرتك عارفة ان السكر مظبوط ازاي يعني ايه التحاليل والفحوصات التي اجرتيها عشان تقول ان السكر متزبط بعمله صايم وفاطر واخر مرة عملتيه فاطر طلع كام الفاطر كان طلع حوالين 22 وانت شايفة ان كده مظبوط مزبطة الانسولين ومظبوط ما تقوليش السكر ده انا قبل كده قولت تلت مرات اه ايوه انت شايفة ان كده مظبوط رأي حضرتك الطب بي ان ده كده مظبوط اه وعلي شوية طبعا كده عالي شوية فاطر اه اه عالي شوية طيب محدش طلب من حضرتك تحليل اسم السكر التراكمي او الهيموجلوبين السكري لأ لسه محدش قال لسه محدش قال هو حضرتك مريضة سكر من امتى لأ من حوالي 10 ا 12 سنة كده من ذلك وما تسمعيش عن التحليل ده خالص لأ اعرفه بعمله كل مرة بس المرة دي في اللي المرة دي كل مرة يعني انت بتعمليه في الحمل اه بعيدا عن الحمل لا بصراحة بعيدا عن الحمل بختفي ان انا بحاول بزبطه بأكلي وكده يعني حيث ان هو عالي بشوف صايم قد ايه فاطر قد ايه وحاول اصبط تاني هو يا فندم بيحسوه زي ده انه عالي اذا كان السكر اللي عنده حضرتك ده سكر من النوع التاني وده ملوش اعراض اساسا ملوش اعراض خالف لا بس بقيسه في السيدالية وعندي جهاز اه بقيسه اصلا حضرتك بتقولي بحس انه عالي اصلا ده ما بيتحسش اصلا انا نيجي كده المريض المصري هو المريض الجدلي اللي انا هسيب حضرتك حفظة لاخد المجادل الاخيرة هو المريض المجادل رقم واحد حضرتك عندك سكر لا ما عنديش سكر ما عنديش اعراض اعراض هي ابني لا بيقوله اللي عنده سكر بيبقى بيعرق كتير ويخش الحمام كتير هذه الاعراض نادرة الحدوث السكر من النوع التاني بلا اعراض هو مرض بلا اعراض مرض يكتشف فجأة في 70-80 في المهم الحالات تمام هذه الاعراض نادرة الحدوث ده واحد فما فيش حاجة اسمها بحس انه عالي اتنين ما فيش مريض سكر مزمن ويقولي اصلا بعمل هيموجلوبين السكري ده وانا حامل حضرتك المفروض تعمليه كل 3 شهور لان ده الوحيد اللي بيشير الوحيد اللي بيشير الى انضباط السكر في دم حضرتك تمام لان الوحيد الذي لا يتأثر بالجدال المصري الشهير لما نقول لعيانا عن كده عندنا في العيادة سكرك عالي لا دكتور مش عالي لا اصلا كنت واكل وانا جاي لا اصلا شربت مبارحة اصير عصب لا اصلا حد مدايقني الايام دي لا اصلا انتم نرفستوني في العيادة لا اصلا مش عالي تمام فاحنا بنعمل ده ليه عشان اول ما يجي نقول له خلصت طيب ايه رأيك بقى انه ما بيتأثرش بكل الكلام ده فمريض السكر يجب ان يجري هذا التحليل كل ثلاث شهور في حاجة تانية بقى تقطع القلب اللي هي ايه ان انا مريضة سكر ومريضة سكر غير منضبط والسكر اللي مش مظبوط من قبل الحمل هو السبب الرئيسي لحدوث تشوهات في الاجنة تمام طيب تشوهات الاجنة دي نتفادها ازاي في مريضة سكر انه لازم تبقى مزبطة السكر ولازم الهمجلوبين السكري ده يبقى تحت سبعة وياريد تحت ستة ونص ما الستة تحمل وبالتالي قرار احمل امتى مش قرار الستة الوحدها في مريضة السكر ده قرارها هي والطبيب ويجب ان السكر يكون مظبوط قبل حدوث التبويض اللي تطلع منه البويضة اللي تتخصب ويحصل منها حمل لتقليل فرص اهى التشوهات لان ضبط السكر انا عرفت ان الحمل بقى حزبطه ما بيعفيش من التشوهات طيب مريضة سكر مزمن وغير منضبط وحملة وبتابع الحمل وما اطلبش منها الصنار رباع الابعاد اللي بيكتشف التشوهات اللي بنعمله روتينيا للسيدات اللي ما عندهمش حاجة يعني مفروض حضراتك لما عندكيش حاجة خالص كان مفترض ده يطلب في الشهر الخامس فانا وصل حد السادس ولقوا الميا كتير تمام ومش عارفين من ايه تفتكر يا دكتور من ايه ده لقوا الميا كتير وانا مستغربة كتير من ايه والسكر ايه وعتقول كده ده انا قبل كده حملت ولدت ثلاث مرات بسكري ده وعمر ما كتل ميا كتير قال ان المراتي مش متزبط حضرتك فالدكتور بقى قال لي بقى روح يعملي صنار رباع الابعاد اه هو جميل ان يطلب صنار رباع الابعاد بس مش جميل ان يطلبه عندما يجد مشكلة هو المطلوب المفروض ان يطلب روتينيا في حالة حضرتك في اي ست حامل تقريبا في الشهر الخامس وفي حالة حضرتك يا ريت قبل كده يعني في حالة حضرتك لانك لانك متكررة القيصريات وتكررات الولادات والقيصريات ومريضة سكر غير منضبط كان مفترض ان ده يطلب يا ريت مهبليا في نهاية الشهر التالت ثم من البطن في الشهر الخامس زي اي سيدة وحتما عمل تحليل الهوموجلوبين السكري كل ثلاث شهور وفي الحمل يا ريت في واحدة مش منضبطة كده يبقى كل شهرين كل اللي انا بقوله ده اللي هو حتما اللي هو الف باء متابعة حمل في هذه السيدة لم يجرى منه اي شيء خالص خالص انا بحس انه عالي فبقيسه في الصيدلية وانا بقيسه بعد الفطار مضبطة الانسولين انا ايوة طب السكر كام 220 جميل فانا بحس انه عالي بقيسه في الصيدلية مضبطة الانسولين خالص انا ومضبطة اكلي خالص بس هو مش عالي بس هو بعد الاكل 220 بس انا ما عملتش السكر التراكمي بس انا ما عملتش سونار رباع الابعاد ربني يتم حامل حضرتك على خير بس أنا آسف أن أقول لحضرتك هذه حقيقة علمية معظم الأطفال اللي حضرتك بتشوفيهم في برامج تلفزيونية بيقولوا دا عنده بعد الشر ثقب في القلب ثقب في القلب دا عايزين يعملوا العملية في القلب معظم الأطفال المولودين بثقوب في القلب السبب الرئيسي لهذا النوع من المشاكل والعيوب التخليقية هو سكر غير منضبط والسبب الرئيسي لأي ستة حامل والسبب رقم واحد لأي سيدة حامل عندها مية كتير حوالين الجنين هو سكر مش متزبط والسكر اللي مش متزبط عواقبه واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة مش عايز أذكرهم عشان يعني ايه كفاية اللي أنا قلته طعم لكن حضرتك هذا طبعا لأن دا الحمل الرابع فحضرتك بتعمليه بعدم اهتمام زي كده السيدات دايما في الحمل الأولاني تيجي تتبع الحمل كل أسبوعين أنا عايز أجي كل أسبوع ده أنا عايز أجي أقرب من كده ثم في الحمل التاني نشوفها كل شهر مرة ثم في الحمل التالت تقولك أنا أصلي عبقالي تلاتة اربعة شهور عارفة أن أنا حامل تيجي مرة وبعدين تيجي مرة تانية هنحدد معادي الولادة امتى دكتور عما في الحمل الرابع زي حالة حضرتك كده ممكن تد الدكتور معادي يوم الولادة يبقابلني في المستشوى هذا إهمال ده مش المفترض فيه ناس كتير بتسعى عشان ربنا يرزقها بده فلما ربنا يبعت لنا هذه النعمة والهبة يجب أن نحافظ عليها ونكون قد الحفاظ عليه وحضرتك عايزة تحافظي على جنينك وتحافظي على نفسك إن الزهر كمان محدش موعي حضرتك لمضاعفات عدم انضباط السكر والحمل المتكرر وفي مريضة سكرية بهذه الصورة معنا اتصال تليفوني تفضلي حضرك على الهواء سقوط مهبلي ولا سقوط شرجي؟ شرجي شرجي وحضرتك بتحسي بإيه؟ إيه اللي حاصل يعني؟ والله أنا ما بحسش غرب يعني امساك يعني على فترات بس هو الدكتورة هو اللي بيولدني هو اللي قال لي كده بس أنا ما كنت بحس بحاجة غرب امساك عايزة حضرتك ولدتي ولادة مهبلية من تحت أنا بولد ولدت أربع مرات طبيعاً أيوة طيب يا فندم ده غالباً غالباً ما يقصد الدكتور مش سقوط شرجي هو سقوط مهبلي خلفي اللي بيؤثر على الشرج طيب سؤال حضرتك إيه؟ السؤال يعني ده ليه علاج واللي لازم عمليزم هو آه؟ لا مالوش أي علاج أي كلمة سقوط زي أي كلمة فتاء ده حاجة حصل تغير في التركيب التشريحي للجسم مفيش حاجة في دول تعالج بدواء العلاجات في دي بتبقى جراحات والجراحات تجرى في الدرجات المتقدمة في الدرجات البسيطة في بعض العلاجات لتقوية عضلات الحوض أو خلافه لكن لو في درجة واضحة يجب أن يتم علاجها جراحياً والجراحة تجرى بعد على الأقل ست شهور من الولاد وفي الأغلب الناس اللي عندهم الريكتوسيل اللي هو السقوط المهبلي الخلفي المؤثر على الشرج ما بيصعروش بشيء أما الإمساك بتاع حضرتك فهو ليس عرض من أعراض السقوط المهبلي المؤثر على الشرج لكنه حاجة بتزيد درجة السقوط يعني الست اللي عندها إمساك الإمساك ده مش بسبب السقوط لكن كون إن عندها إمساك والحزء المستمر في الولادات المتكررة اللي حضرتك مفتخرة أنا ولدت أربع مرات ولادة مهبلية فده بيزود الحزء الكتير وقتها بيزود السقوط ده وإنه يبقى عندي حزء متكرر نتيجة لوجود الإمساك ده كمان بيزود السقوط عشان كده لازم نعالج الإمساك جيدا عشان ما نعملش عملية والعملية تفشل لكن العرض الرئيسي وأحيانا بلا أعراض العرض الرئيسي الحقيقة بالسيدات بتحس إنها واسعة من تحت أو بيعني حاجات كده أعراض أخرى وأثناء العلاقة أو خلافة لكن ده طبعا التمن للولدات المهبلية المتكررة والمتعاقبة خاصة لو أنا ولداتي ولدات صعبة طويلة أو حد مش محترف بيدير الولادة فبيخليني أحزق فترة طويلة وبكمية وقصوة شديدة فيحصل ضعف في أربطة الحوض والضعف في أربطة الحوض ده يؤدي إلى هذا السقوط المهبلي والذي يصاحبه سقوط الشرج فإسمه سقوط مهبلي خلفي ومع كيس وتقدم شرجي والذي يعرف اختصارا في الطب بيريكتوسيل وهو ليس له علاج دوائي وعلاجه بجراحة ويجب تقييمه أولا بعد 6 شهر على الأقل من الولادة حيث تنتهي تأثير هرمونات الحمل وتقيم الحالة وتقيم شكوى السيدة والأعراض ونقرر إذا كنا محتاجين نعمل جراحة أم لا بس إذا كنا هنعمل جراحة فيجب ضبط الإمساك وعلاجه قبل عمل الجراحة عشان ما تبقاش الجراحة فاشلة ومتكررة يرجع تتكرر لمشكلة مرة أخرى معنا اتصال تليفوني آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك أنا مدام إلهام متلمتك التجوء اللي ساتح أن أنا عام لقربت للأناليب أيها وفي تحليل المخزون كان تحليل المخزون كان 1 سلطة وسبعين همين تمام سن حضرتك كم سنة؟ سن حضرتك 23 كويس قوي حضرك عاملة ربط للأنبيب عشان إيه؟ عشان عشان كان فيهم مية أظن أو حاجة زي كده مش كده؟ صوت انقطع عموما يعني عموما حاولي تسمعيني من التلفزيون المخزون اللي انت تتكلمي فيه ده مخزون كويس ومناسب لسنك وزينا كنا بنتكلم اننا عاملين ربط الأنابيب فأنا بتكلم أنا مش فاكر المكالمة الحياة بتاع الأسبوع اللي فات فإذا كنت بتسأليني على فرص نجاح الحقن المجهاري قد إيه؟ فغالبا أكون سألتك المخزون كام عشان أقدر رد فالمخزون ده كويس وبيقول ان فرص حضرتك فيه نجاح الحقن المجهاري فرص جيدة ما نعملش بقاعد ذلك كثير الحقن المجهاري ونقول الحقيقة فرص جيدة دي يعني حوالي تقترب من 50% على الأقصى تقدير يعني لما تبقى الست كل حاجة ممتازة وسنها صغير والمخزون رقمه كويس لأنه ممكن سنها يبقى صغير والمخزون يبقى سيء وكمان المشكلة الرئيسية مشكلة في الزوج أو في الأنابيب لأن دول أعلى نسب نجاح وما فيش أي مشكلة أخرى على الإطلاق ففرص حدوث الحمل بالحقن المجهاري تقترب من 50% حتى هي مش 50 هي تقترب من 50% حوالي حاجة و40 يعني ان شاء الله يا رب حضرتك تكوني منهم وبإذن الله تبقي موفق لكن ربط الأنابيب اللي حضرتك قمت بيه كان شيء حتمي وشيء ضروري عشان نجاح الحقن المجهاري إذا كان فيه انتفاخ وتمدد في الأنابيب فالأنابيب اللي فيها انسداد ممكن تتسلك أو تصلح أو أحمل من الأنبوبة التانية لو طبيعية أو روح أعمل حقن المجهاري ولا يؤثر انسداد الأنبوبة على نجاح الحقن المجهاري لكن الأنبوبة اللي فيها انسداد وتمدد وانتفاخ والتهاب مزمن دي أنبوبة فيها تجمع سوائل ودي بترتشح إلى الرحم وتعيق زرع أي أجنة داخل الرحم ولا بد من ربط أو فصل أو استقصال هذا الأنبوب قبل التفكير في أي محاولة الحمل سواء طبيعي أو بالحقن المجهاري وأنا سألت حضرتك على المخزون لأن للأسف الشديد أن حالات الانتهابات المتكررة والمزمنة في الأنابيب دي قد يصاحبها ضعف في المخزون دي واحد من الأسباب اللي تؤدي إلى ضعف المخزون يعني من الأسباب هؤلاء اللي ينضفها لحالات اللي يخلي المخزون ضعيف هو الالتهابات المزمنة في الحوض وللأسف الشديد أن التهابات الحوض والتهابات الأنابيب المزمنة قد لا يكون لها أعراض على الإطلاق يعني ممكن ست بقعدة كده في هدوء تام ومرأة ما حسد بشيء على الإطلاق أو حسد بأعراض بسيطة ألب بسيط في أسفل البطن أو إفرازات بسيطة اللي ممكن تبقى passed on notice تعدي من غير محد ياخد باله تام ولا هي تاخد بالها ولا يسترعي انتباه وهذه الأعراض البسيطة أو البلا أعراض نتيجة للتهاب المزمن في الأنبوبة ينتهي بتدمير الأنبوبة وإهلاكها وإعدام فرصها في حدوث الحمل بل قد يؤدي إلى أضعاف مخزون المبيض من البيضات بما قد يؤدي إلى تقليل فرص نجاح الحقن المجهري عشان كلا ما حضرتك ألمتيني عندي أنابيب ومنتفخة وأول تأفلها وسألتيني على نسب النجاح أنا مش فاكر المكالمة لكن يبدو أن السيناريو مشي بهذه الصورة فسألت حضرك والمخزون كام عشان نتأكد من المخزون ما قالش المخزون اللي حضرتك قلتي ده لو كان صحيحا جد دايما أنا نحط الجملة دي عشان أنا ما بضمنش المعامل والمعامل عندنا في تحليل الهرمونات يعني ما شاء الله لو كان هذا المخزون صحيحا فهو مخزون جيد ويبشر بفرص جيدة لحدوث الحمل إن شاء الله يا رب يحصل ومن أول مرة معنا تصدر فوني آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إزاك يا بسرعان أهلا بحضرتك أنا حضرتك كنت من شهرين كده رفت للبصير بكاي وقال لي عندك مية زيادة حوالي من الجنين عملت يعني الفورد دي وعملت السحليل والفورد دي كلا سليم مكوش حاجة سق الحملة التحليل اللي كانت كويية فمفيش أي حال طيب فقال لي في الحالة ديك مفيش أي سبب طيب ده الحملة رقم كامل أول ده التاني التاني والحملة اللي فاته كانتش فيه أي مشكلة لأ ما كانتش فيه أي مشكلة طيب حضرتك حامل في حملة قد إيه الوقتي؟ مدة الحملة قد إيه؟ أنا دلوقتي لسه بدأ التاسع مبارح طيب يا فندم برضو لسه بدأ التاسع وما كنتش عملت الفورد دي ده وانت في الخامس؟ لا هو ما طلبوش مني هو ما طلبوا مني أول ملازي دي ده في الحملة يا فندم يا فندم يا كل المشاهدات لهذا البرنامج إجراء الفحص بالصنار رباعي الأبعاد أثناء الشهر الخامس هو فحص روتيني من روتينيات الحمل يعني حضرتك مش لازم تشتكي بحاجة مش لازم يبقى عندك حاجة عشان الدكتور يطلبه تمام؟ نمرة اتنين حضرتك قلتي أن الدكتور اللي يعملي فورد دي لأن طبعا واحد من أسباب المية الزيادة هي تشوهات الجنين بعد شر نمرة اتنين وقلتي عملي تحليل السكر لأن احنا قلنا أن ده سبب رئيسي لزيادة المية حوالي الجنين ولسه قيليني الكلام ده في الحلقة دي لسه عملت تحليل ايه للسكر؟ عملت صايم بسرعة مش فكرة أني النتيجة وانا وردها له وقال لي ايو عملت تحليل لا لا ثانية واحدة عملتي التحليل العينة بتاع السكر خدتيها عينة صايم اه وفق عملت صايم وفاطئ طيب يا فندم بعد إذن حضرتك احنا بندرس للطلبة في كلية الطب أن في عدة أنواع من تحليل السكر تحليل السكر الصايم وهو تقريبا تقريبا في حاجة اسمها للسكر العشوائي وده لا قيمة له في تشخيص أي شيء ده يعني كده مؤشر وملوش أي قيمة ما يعتدش به السكر الصايم وهو قليل أهمية في تشخيص السكر أثناء الحمل السكر بعد ساعتين من الأكل وهو زو جدوى شوي لكن السيدات اللي حالت حضرتك اللي بنشك إن سكرهم عالي نتيجة لإن حجم الجنين كبير أو فيه مية كتير حوالين الجنين لا يتم تشخيصهم ولا بواحد من الثلاثة دول اللي منهم الاثنين اللي حضرتك اعتمدت عليهم اللي هو السكر الصايم والسكر اللي بعد ساعتين من الأكل والسكر العشوائي لا قيمة لهم في تشخيص سكر حمل أمال اللي قيمة له إيه حاجتين واحد السكر التراكمي أو الهموجلوبين السكري وفي حالة حضرتك ده كمان ما هواش الأهمية القصوى أما القاطع في حالة حضرتك هو حاجة اسمها منحنى سكر تمام؟ اسمه جلوكوز تولورانس كيرف اختبار التحدي للجلوكوز أو يعرف فيه المعامل في مصر أو بين المرضى المصريين بمنحنى السكر إن حضرتك تروحي المعمل صايمة فنسحب منك عينة وانت صايمة وبعدين نشربك جلوكوز مركز وبعدين بعد نص ساعة 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 ونص ساعتين ثلاث ساعات نسحب عينات أخرى فنشوف إن عينتين من الخمس عينات اللي بناخدهم عليين فنقول الستة دي عندها سكر حمل وسكرها بيعلى في فترات لا يمكن إدراكها بالسكر الصايم ولا اللي بعد ساعتين ملأت وده السبب الرئيسي في زيادة المية حوالين الجنين قسما يتم تدريس هذا في كلية الطب فالتحليل اللي حضرتك اعتمدت عليه لنفي إن أنا سكري عالي كسبب للمية اللي حوالين الجنين قد يكون السكر مش عالي أنا ما بقولش إنه أكيد عالي لكن التحليل النضارة اللي حضرتك لبستيها عشان تشوفي دي نضارة ما توريش ده التحليل اللي حضرتك اعتمدت عليه ليس التحليل الأمثل لتشخيص هذه الحالة سؤال تاني حضرتك من عائلة سكرية عندك استعداد وراسي للسكر في العائلة؟ لا خالد الحمد لله ما فيش أي حد عنده سكر لا أبوكي ولا أمك لا 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 ولا جدك ولا جدتك لا ما كانش في أي حد عنده سكر ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة لا كلنا الحمد لله ما فيش عندنا المرض السكري في العائلة يعني ما فيش وراسي يعني ولما طلب مني بقى قال لي طالما ما فيش سبب يبقى ناخد حونة الرئة السابع يعني عشان خاطر لو لقدر الله جاءت ولادة مبكرة يبقى العيل رئة اكتملت وكده وانا خدتها يعني وكنت عنده من الأسبوعين وقال لي هي اكتملت وكده بس فكنت عايزة عارف يعني هو هل يعني الميا الزيادة دي هل بتأثر على الجنين الميا الزيادة في حد ذاتها ليس الضرر الضرر في سبب الميا الزيادة يعني الميا لما تكون زيادة دي ما تضرش الجنين لكن الميا الزيادة دررها في ايه سببها الميا الزيادة بسبب السكر يبقى السكر اللي بينه درها الميا زيادة بسبب مشكلة في العوامل الكروموزومية بتاع الجنين يبقى دي اللي مشكلة تمام فسبب الميا الزيادة هو الذي يضر الجنين أما الميا الزيادة في حد ذاتها ما هيش مشكلة ولما حضرك عملت السونار رباعي الأبعاد قالوا لك إن المية تقييمها كام؟ المية دي ليها رقم بتقيم به؟ أولا الدكتور بتاع الصنار الفور دي هو قال لي زيادة أو صراحة قال لي رقم بس مش مش متذكرك مني يعني من شهرين وكده أو صراحة يعني مش جندي عشان أعرف بلشها يعني هو فاندم برضو يعني لما تبقى حاجة مهمة وبهتم بيها وباتصل عشان أسأل يبقى المفروض لما الدكتور بتاع الصنار ربعي الأبعاد ربنا يبرك له إنه قال لي رقم المية كذا لإن المية بتقهز برقم زي ما أنا قلتلك وطلع إن الراجل ده قال ليك على فكرة المية زيادة ورقمها كذا ده تشخيص وتقرير محترم فحضرتك مش أنا اعتمدت على إن الدكتور دي بتاعي حيشوفها وهو يعني بقى حيقيم إلي فيها وكده دكتور بتاع الصنار ربعي الأبعاد كان عارف إنه الدكتور بتاعك حيشوفها وحيشوف إلي فيها لكنه حرصة إنه يقول لحضرتك الرقم قال ليك على فكرة رقمها كذا تقام؟ لإنه عارف مسئولياته لإن دي مسئولية عليه تقام؟ فحضرتك هو قام بدوره ولو كانت القصة مش محتاجة أن يقول لك لما أقلكيش يعني فيه أي حاجة ممكن تبتلت مني عشان أنا في التاسع قبل الولادة الدعاء لله وتولدي إن شاء الله وتقومي بالسلامة بإذن الله تعالى طيب إحنا اتكلمنا من دقايق على مناعة الجسم وقلنا إن المناعة دي جيش يدافع عننا وإن هي اللي بتدافع عننا واللي هي بتحدد ردود أفعالنا ضد عديد من الأمراض والمناعة كل ما تبقى قوية كل ما تبقى مقاومتك للأمراض أحسن وإن المناعة أحيانا تختل وتهاجم أعضاء من الجسم الحقيقة عشان إحنا في هذا البرنامج تكلمنا كتير على الكوفيد 19 والإصابة بفيروس كورونا المستجد فعايز أوري حضراتكم أحدث الأبحاث والحقيقة الكلام ده مش جديد قوي لكن تم تجميعه بصورة حديثة أول صورتين يا جماعة اللي كنا بنتكلم فيهم ده خبر أنا جايبه لكم الخبر ده بيقول ما الذي يحدد إصابة أي بني آدم بفيروس كورونا الناس في مصر بتنسى فإحنا لا نمل ولا ننسى ودايما نذكرهم علشان الناس فكرين أنه فيروس عدة للأسف الشديد بينقشع الصيف وآخر أيام الصيفية الأيام دي وبدأنا الخريف وسيقترب الشتاء ومنظمة الصحة العالمية تحذر من خريف وشتاء قاسي على البشرية إذا نشط هذا الفيروس مرة أخرى المقالة اللي قدام حضراتكم دي مقالة بجمعها لكم عن إيه هو اللي بيحدد إحنا قلنا أن 80% من الناس اللي حتصاب بهذا الفيروس حتصاب به ويمر عليها مرور بسيط بردا وسلاما كده ولا يؤثر فيها وقد لا تشعر بأي أعراض أو أعراض بسيطة غير مؤثرة بينما 20% حيشعروا بأعراض منهم 10% حيحتاجوا إلى رعاية طبية وإلى دخول مستشفيات وحوالي ويمكن أكتر شوية من 10-15% وحوالي 4-5-6-7% حيحتاجوا إلى الدخول إلى العنايات المركزة وفي نسبة وفيات عالمية تقترب من 3% للأسف عندنا أعلى شوية من كده إيه اللي بيحدد بقى؟ فرق استجابة الجسم من شخص الآخر واحد يجيله ما يحسش به واحد يجيله بدور بسيط جدا أعراض بسيطة يقول لك أنا ما خدتش بالي الأسبوع اللي فات كده كنت مزمزق ومقاريف وحاسس جسمي مكسر واحد تاني يحس بأعراض حرارته بس تبقى 37.5 و7 و6 واحد يحس بأعراض شديدة وحرارته تبقى 38 39 واحد كمان يزيد على ده إن يحصل له مشاكل تنفسية واحد يزيد على ده مشاكل تنفسية ويروح المستشفى فثبت بالدليل العلم القاطع إن اللي بيحدد ده هو المناعة فمناعتك هي السلاح الذي يحميك طيب المناعة دي جزء منها يعني كونجينة الحاجة يهبها الله لنا فيه واحد مناعته قوية وفيه واحد مناعته ضعيفة وفيه جزء منها انفيرومينتال ومكتسب تكتسبه بإيه؟ إيه الحاجات اللي تحسن مناعتي؟ ما تعدش بقى تسمع قصة الأكل ده بيزود المناعة هو عموماً الحياة المتوازنة الصحية إنك تبقى عايش حياة طبيعية خالية من ضغوط الحياة كلام النظر اللي احنا بنقوله طبعاً لما حدش بيقدر يعيشه إن أكلك يبقى صحي ومتوازن في العناصر الغذائية إن تبقى بتحصل على ساعات نوم كفاية إنك بتشم هوا نظيف إنك بتمارس رياضة إنك بتتعرض للشمس وحتى الناس اللي عندهم كورونا أول حاجة نقولها لهم لو سمحت بقى جدد هوا القوضة شم هوا نظيف تعرض للشمس المقالة اللي قدام حضراتكم نجيب الصورة اللي بعدها أنا سايبها فترة بس عشان تقروها بتحدد أن الجهاز المناعي بتاعك هو الجهاز الذي سيقاوم هذا الفيروس وقد ينهي بدون أن تظهر عليك أي أعراض وقد تظهر أعراض بسيطة وقد تكون الأعراض شديدة وقد يتمكن الفيروس من مقاومة الجهاز المناعي وإنه يهزمه فيتغلب عليه وتبقى عندنا درجات شديدة من الإصابة بالمرض شفان الله وشفاكم وعفانا وعفاكم وحفظ الأمة والبلاد والعباد من شر هذا الوباء الذي لم يترك أحدا رئيسا لأكبر جمهوريات العالم أو فقيرا إلا وأصابه لم يترك اقتصادا لم يترك دولة إلا وتغلغل فيها ونرجو من الله السلامة وإنت ومنعتك وحافظ على منعتك بعد إذن حضرتك ولو سمحت البس الكمامة وابتعد عن الأماكن المزدحمة وخد الحظر بالتباعد المجتمعي التباعد المكاني متر ونص المترين التباعد الزماني ما تقفش قدام حد أكتر من ديئتين تلاتة ما تتكلمش معاه فترة أكتر من كده حتى الناس اللي بيجوا العيادات عندنا تلاتة التباعد في اللبس الكمامة وهو شيء حتمي وضروري جدا 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 ولا يجب أننا نغفله خاصة أنه بعد أيام قليلة ستبدأ الدراسة وسيخرج الأطفال إلى المدارس والأطفال إصابتهم بالفيروس قليلة ولكنهم سريعي الحركة فسريعي نشر العدوى خاصة أنه بيروح بقى لبيت جده وعمته ودول ناس كبار وممكن يكونوا عرضة للإصابة رغم أنه لا تظهر عليه أي أعراض وأن الأجيال الحالات الفترة الأخيرة من الإصابة بالفيروس بتصيب سن صغير شوية ما بين سن 15 لسن 30 بقت نسبة أعلى فيهم من الإصابات صحيح برضو الحمد لله إصابتهم بدون مضاعفات ونسب الوفيات فيهم قليلة لكن يجب أخذ الحذر لم ينتهي هذا الفيروس وما زال ينتشر ويؤثر في ملايين البشر لو معنا اتصال ناخده قبل ما نختم تفضلوا هاتوا ياسمين يا ياسمين تفضلي ياسمين أهلا بحضرتك بعدي عن الدوشة اللي حواليك دي بعد إذنك شد عضل جامد في بطنك وإيه كمان طلق يعني انت شايفة إن الألم اللي بيجيلك ده طلق طيب حاضر ياسمين تسعين في المية اللي حقوله ده صحيح ست عادتها الغذائية سيئة كعادات المصريين بيأكلوا الأكل اللي يملى المعدة ويشبع اللي هو كله نشويات وسكريات وبالتالي أكلهم اللي فيه العناصر الغذائية المهمة البروتين والكالسيوم وبناها الجسماني من الكالسيوم ده من طول عمرها سيئ فلما كانت طفلة كانوا بيقولوا لها شرابي اللبن تقولهم لبن يعف يسيبوها وكان ده طريقة التعامل معها مع أي أكل صحي وتزوجت فحملت وولدت وردعت ومباشرة بعد قبل ما تكمل سنة سنة ونص من الولادة أمت حامل لمرة تانية وأثناء الحمل لا كانتش بتروح لدكتور ولا كانت بتتبع حمله وكانت دكتور لما يكتب لها فيتامين بتروح تخلي جوزها يشتريه وبعدين ترميه وراء السرير وما تاخدش هذا الكالسيوم وتهمل هذا الإهمال وتحمل مرة تانية بعد الحمل الأولاني بعدة شهور فيبتدي جسمها من أول الشهر الرابع اللي بتكون فيه عظام الجنين يتسحب الكالسيوم من جسمها فيجي لها أعراض نقص الكالسيوم وهي الألم في أسف العظم عموما وفي أسفل الظهر خصوصا وشد عضلي في عضلات البطن وفي عضلات الرجلين أحيانا وأحيانا بيصحيني من أحلاها نومة بس نبقى احنا بقى ايه؟ اللي هي تطرح علينا السؤال وشوفوا لي حل علينا ان احنا نحل في خمس ستة شهور حمل سوق التغذية بتاعها بتاع ستة وعشرين سنة فاتت فده الحقيقة لا يمكن انه يتحل خضرتك لازم تغذي أكل في متوازن عالي البروتين عالي الكالسيوم تغذي كالسيوم سبلومنتيشن تغذي كابسولة الكالسيوم اللي اكتبها الدكتور وبلاش والدتك ولا حماتك تقولك ما تغذيهاش قصة دي بتكبر راس العيل تمام؟ ولما تغذيها الأعراض دي مش هتتحسن لكن هي حتمنع انها تسوق وتتضاه ورعا كده وحضرتك تفضلي ماشي على دي لحد نهاية الرضاعة ويا ريت لو مشيتي عليها العمر كله نتيجة لهذه المشاكل الشديدة قبل ما اختم هذا البرنامج للأسف الشديد تتوالى وفيات الأطباء في مصر بسبب فيروس كورونا وللأسف الشديد أن أطباء المواجهة بتوع الزملاء العزاء بتوع تخصص الأمراض الصدرية وأطباء العناء المركزة والأشعة هم طبعا أعلى ناس لأنهم بيقابلوا هذه الحالات لكن للأسف الشديد أن الزملاء من تخصص أمراض النساء والتوليد هم الأعلى بعد دول في الإصابة والوفيات بكوفيد 19 بعد إذن حضراتكم نشوف الصورة اللي على الشاشة رحمة الله على الزميلة الفاضلة الطبيبة التي توفيت والوفاء رقم 180 بين أطباء المصريين واللي نعتها نقابة الأطباء وكل التحية والتقدير للأطقم الطبية أطباء وتمريد وفنيين وكل الخدمات المعاونة الذين يقدمون الخدمة الطبية ويهبون من نفسهم وحياتهم وصحتهم وأسرهم فداءا للمرضى في هذا الوطن وإعلاءا لرسالة الطب وقيمته رحمة الله على كل من توفي من الأطباء في مواجهة هذا المرض وكل التحية والتقدير للأطقم الطبية يا رب ننتقي على خير قريبا ويكون انقشع هذا الوباء للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله أجي لكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 يفضل بنا بشة خير ترجمة نانسي قنقر